يناقش مجلس الشيوخ في جلساتي العامة والمقرر عقدها الأحد القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وذلك عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء وتصالح فيها وعلى مداري ثلاثة أيام شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة مناقشات مستفيدة بين أعضاء المجلس وممثل الحكومة للخروج بتشريع يحقق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون وكذا رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء